السلام عليكم الناس في علاقتها بالحسد مختلفة تماماً عن بعض في واحد في أقص الشمال خالص لا يؤمن إطلاقاً بالحسد وشايف إنه هو حجة البليد أي واحد مكسل ومش عايز يشتغل أو عنده مشكلة مش عايز يحلها يقوله عن نفسه محسود فهو شايف إنه ده بيبالغ قوي في الموضوع ده فلا يؤمن بالحسد إطلاقاً وساعات الشخص اللي مش مؤمن بالحسد ده بيحتار في نظرات مش مريحة بيشوفها فعني الناس مش مستريحة للنعمة اللي في قدية ده أقصى الشمال أقصى اليمين وده اللي بيستفز بتاع أقصى الشمال الغارق في الحسد الغارق في الخوف من مسألة العين اللي بيدعي المعاناة دائماً عشان تحس إنه ما عندوش نعمة عشان ما تحسدوش اللي بيجذب في الكلام عشان خايف يتحسد ده أقصى الشمال وده أقصى اليمين وده حيران جداً لأنه نفسه يحمي نفسه لكنه حاسس إن قوة الحسد أقوى من التحصينات الإلهية وفي النص واحد مؤمن بموضوع الحسد لأنه أرىه في القرآن ونفسه يتعلم عنه معلومات يعرف يحصل نفسه كويس كل دول حيرانين وكل دول أتمنى أقدم لهم النهاردة خلاصة تريح بلهم ترجمة نانسي قنقر